أشير إلى العنجل وغرى إسرائيلية على حارة صيدة في مدينة صيدة جنوبي لبنان وهذا ليس الاستهداف الأول لهذه المنطقة بل ربما كان قبل يوم أمس أيضا هناك استهداف كبير للمزيد معنا من البقاع مراسل الحدث محمود شكر هل من معلومات متوفرة لديك محمود أعلم بأنك بالبقاع ولكن ربما لديك بعض المعلومات عن هذا الاستهداف حارة صيدة بصيدة نعم إذا أخذنا الغارة التي حصلت منذ يومين والتي تحدث عنها الإعلام الإسرائيلي إلى أنها كانت تستهد أحد الشخصيات الأمنية في حزب الله وأن الأمر أدى إلى سقوط عائلة بكاملها ندلل إلى أن هذا مدخلا على أن الغارات التي تحدث باتجاه الشقق تكون هي على مستوى الإغتيال للأفراد على المستوى القيادة لحزب الله بشقيه العسكري وبشقيه الأمني وعليه في الفترات الماضية وتحديدا في هذه المنطقة التي هي حارة صيدة والتي تقع بالقرب مباشرة من المدينة بل هي جزء أو حي من أحيائها التقليدية وهي يطلق عليها حارة صيدة كانت في الفترات الماضية ليس في الأيام الماضية إنما أيضا في سياق عملية الرد التي طالت لسنة ونيف تكون عرضة لبعض الشخصيات إن كانت الفلسطينية أو أيضا للجماعة الإسلامية وأخيرا كانت باتجاه هذه الشخصية الأمنية التابعة للحزب لذلك سنتابع من هو المستهدف في هذه الغارة وأيضا من هي هذه الشخصية وفقا للعاجل بأنه استهدفت مجمعا لحزب الله محمود بطبيعة الحال هناك عدد من الأبنية التي هي متوزعة على الخريطة اللبنانية منها ما يسكنها ما يطلق عليه على المستوى اللبناني من البيئة الحاضنة للحزب أو أيضا من القيادات العسكرية ولكن رأيكم معك دقيقا إلى أن كل المكاتب والمواقع العسكرية وأيضا الأمنية للحزب أو أيضا المكاتب الإدارية التي تذهب ببعدها الاقتصادي أو الاجتماعي قام الحزب منذ أشهر بعمليات إخلاء وبعمليات إعادة انتشار وهذه المكاتب والأبنية هي أصبحت خالية إلا بعض الأبنية التي يكون هناك معلومات دقيقة للاستخبارات الإسرائيلية التي تكون على دراية تامة من حيث عمليات التنصط الفني أو أيضا على الأرض ثم يكون هناك غارات باتجاه هذه الأبنية أو باتجاه هذه الأحياء وربطا بغارة حارة صيدة إلى غارة مماثلة حصلت منذ ساعة وتحديدا هنا في هذه البقعة الجغرافية التي نتواجد بها والتي تعرف بأعالي تعلبايا والتي تقع على كتف بلدة أشتورة في منطقة البقاع الأوسط وهو حي سكني غارت المسيرة على محلات الورشة الحدادة في أعالي تعلبايا في المرة الأولى ثم بعد عشر دقائق كان هناك صاروخ ثاني هرعت سيارات الدفاع المدني وسيارات الإسعاف إلى المحلة المذكورة فكان أيضا الصاروخ الثالث باتجاه المكان والذي أدى أيضا إلى وقوع عدد من الجرحى من تشضي للشظايا عملت سيارات الإسعاف إلى نقلهم إلى مستشفيات المنطقة وهذا أيضا يأتي في إطار المشابه للذي يحصل الآن في حارة الصيدة هناك مبنى هنا في هذه المنطقة بناية مؤلفة من ثلاثة طوابق هنا عليك أيضا الاستهداف يكون على مستوى المسير هنا أيضا على مستوى المسير وهي كانت أيضا لمحلات تجارية في مبنى مؤلف من ثلاثة طوابق اقتصرت الأضرار على الطابق الأرضي لأن نوعية الصواريخ التي أطلقت هي كانت صواريخ على المستوى المسير ولم تكن صواريخ ثقيلة ولكن دعيني أشير إلى أن البقاع نهارا اختلف عن ليل البقاع ليلا كان هناك فقط غارة في الصباح في إليا ويحمر أدى إلى سقوط الضحيتين ولكن البارز خلال هذا التوسع منذ ما يقارب الشهر إلى أن الذي حصل ليل الأمس هو الأعنف على مستوى الغارات الأكثر على مستوى الضحايا وأكثر كلفة على مستوى الأضرار نتحدث ما يقارب سبعين ضحية وما يقارب مئة وعشرين جريحا نتحدث عن خمسة وثلاثين غارة وهنا تتحدث عن أي استهداف عفوا محمود؟ تتحدث بالمجمل وليس تجمل لما حدث نعم 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 جمل لما حدث ليل الأمس في البقاع حيث كان العدد هو الأكبر على مستوى الاستهدافات منذ شهر ونيف للبقاع فوصل العدد إلى سبعين ضحية في عشرات الاستهدافات ومئة وعشرين جريحا ولتزال أيضا كانت حتى الظهر عمليات رفع الأنقاض ونقل الجرحة إلى مستشفيات المنطقة أو نقل الجرحة من مستشفى إلى أخرى على قدم وساط لأن الذي جرى بليل أمس كان هو الأعنف على مستوى البقاع منذ بداية التوسع باتجاه المحافظة شكرا جزيلا لك من البقاع كنت معنا مراسل الحدث محمود شكر شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك